عمر شرايك بالشاشة الثانية هل هي مهمة؟ هي الشاشة الثانية أهم من الشاشة الوعية بالنسبة لي ما فيها كرة أحيان بحالتي أنا الشاشتين الثانية أهم من الشاشة الوعية مو بس عشينا gaming لا لا هياتي في العمل يا رجل أريح مرة كتير مرة في المكتب زعلان انو لسه ما جيبت شاشتين تانية كون يعني وما جيبت شاشة تانية لسه جالس باللاب توب المكتبي وما سويت السيتب اني اجيب شاشة وعال لقتلها فلاح أجيب شاشة ثانية عشان أشتغل مرة أغلب الشغل في المكتب لما أجي فك الدوكومنت أكتب فيه فك البراوزر أسوي حاجة أرجع أقلب هنا يا أم يمين يسار تخلص شغلك تنقل من هنا إلى هنا هنا أنا أحب أرجع حتى البيت أخلص شغلي من البيت ولا تجيب شاشة ثانية متكلفة فيه بمئتين ريال يا رجل ولا بمئة وخمسين لأنه في النهاية الشاشة الثانية على حسب إنت أشياء بتسوي فيها بتferج عليها فيديو زي وتجيب حاجة كويسة وتلعب عليها بس عشان تشتغل على برامج وهادا $300 poner شاشة على طول وتخلى لصمرك مرعب من 3 جوان ما أخذ أكثر استداد أثناء أشاهد تستطيع لغلقiny يشقد ولا يساوز الت Jan ماذا يفعل ذلك؟ أتعلم و أتعلم يمكنك أن تتعلم 3-4 سنة 5 سنة و أتعلم 2 سنة ما يعني أنه لا يوجد الوقت يوجد الوقت للمشاهدة دائما و أبدا لا تخبرني مثال أتعلم حياتك لأنك يجب أن تتعلم يجب أن تعطي وقت نفسك مرت بكل المراحل الدراسية التي تجالس فيها في عياتك حالية فقط الأشياء التي لم أفعلها لم أخذ بياتش دي يعني إذا تقول لي بالدكتوراه أقول لك ها ممكن حتى أن أعرف 3-4 سنة يعني 3-4 وقتك فاضي أصلك فترتب وقتك يمكنك أن تتعلم أنا لا أقول أن ألعب طول اليوم أقول أن ألعب طول اليوم ما شاء الله هل تتعلم المستورة؟ نعم في 2010 لا يكفي أول ما أقدر أحيان أقدر بس ما يكفي همممممم هذا ريزولف عندك مضروبة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذا المترجم للقناة هذا 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 حسنا هذا 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 حسنا 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 انا هم زبارين احيال تكمانا ماذا بتجاتب لما جاءت بابا برو مو الناس اربع الالقى مو الناس احيالة لا مو الناس احيالة هل ستنع لأسفقه؟ يضي ستنع لأسفقه أنا أحذر لا تستطيع أبغى أمود زي زيكم كل واحد يستحبل دوري لازم كم أبغى 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 أيضا تبغى أبغى أبغى اشتركوا في القناة